بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الحادي والستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أثنى على أهل الكتاب الذين آمنوا بأنبياء الله ورسله جميعا ولسيما من أدرك منهم محمد صلى الله عليه وسلم وآمن به فإن له فضيلتين فضيلة اتباعه للرسول السابق وفضيلة اتباعه للرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم ومن مات منهم قبل البعثة وهو متمسك بدينه وهو مخلص لله عز وجل في عبادته فله أجره عند ربه ومن عاش إلى أن أدرك محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به فله الأجر مرتين كما قال الله سبحانه وتعالى يؤتكم كفلين من رحمته لما ذكر هذا بين حال الذين خالفوا هذا الصنف من أهل الكتاب الذين كفروا بالله كفروا برسله أو كفروا ببعض الرسل فقوله تعالى إن الذين كفروا يشمل أهل الكفار من أهل الكتاب ويشمل غيرهم من الكفار والكفر في الأصل هو الجحوت الكفر في الأصل هو التغطية يقال كفر الشيء إذا غطاه والمراد به هنا الكفر بالله عز وجل الكفر بالرسل بمعنى جحوت بمعنى الجحوت الذي هو عدم الإيمان بالله عز وجل وعدم الإيمان برسله وكتبه وما يجب الإيمان به فهذا هو الكافر ويشمل أيضا المرتد الذي كان مؤمنا ثم ارتد بأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يكون كافرا مرتدا ومن لم يدخل في الإسلام أصلا فإنه يكون كافرا أصليا وكلاهما يدخل في قوله جل وعلا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم يعني لن تدفع عنهم أموالهم عذاب الله سبحانه وتعالى مهما كانت من الكثرة فإنها لا تغني عند الله سبحانه وتعالى شيئا بخلاف الدنيا فالإنسان يفتدي بماله ويشتري نفسه بماله لكن في الآخرة لا تنفع الأموال ولا تفيد شيئا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم كذلك لو كان لهم أولاد وأولاد كثيرون فإن أولادهم لن ينفعوهم في الدنيا الأولاد ينفعون آباءهم ويساعدونهم ولكن في الآخرة كل مشغول بنفسه في الآخرة لا يجزي والد أو ولده ولا مولود هو جاز أو والده شيئا وأيضا وأيضا لو كان أولادهم أهل صلاح وأهل دين فإنهم لا يجزون عن آبائهم الكفار والفسقة كل له عمله فلن ينفع الولد والده يوم القيامة ولا ينقذه من عذاب الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهذا تكرر في القرآن أن الأموال والأولاد لا تغني من الله شيئا وأن من مات على الكفر فإنه من أهل النار ولو كان من أكثر الناس ثروة في الدنيا وأكثر الناس أولادا في الدنيا وخدما وحشما وجاها فإن هذا لا يغني عنه شيئا يوم القيامة لأن الله لا ينظر إلى إلى الصور والأموال وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال كما جاء في الحديث فإذا كان الإنسان تقيا عابدا لله فإنه هو السعيد ولو لم يكن له مال ولو لم يكن له أولاد ما دام أنه تقي فإنه هو السعيد لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ثم قال وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك الذين كفروا هم أصحاب النار أي الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه وقال أصحاب النار لأنهم لا يخرجون منها فهم ملازمون لها وأكد ذلك بقوله هم فيها خالدون أي ماكثون أبد الآبات لا يخرجون منها مع أنهم كانوا في الدنيا أصحاب أموال طائلة وأصحاب أولاد والله والله جل وعلا يقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة إلا من آمن وعمل صالحة فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا وجميع المسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح والإيمان الصادق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر